السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته الحركة الشاشرة بجملة رقم ثلاثة هي عنون الصفحة يقول لك فيها نادر التهمة ايه حرف الجره ده بتاع خلاص انا قلته نافذة الفصل ثابت مكتبها في ايه بقى في فيضان من ايه من الدموع ده طبعا بيعبر اني كل الناس اللي كانت في المكان وهي نفسها كانت بتبكي لانها يعني مش موسوطة انها سابت المكان اللي هي فيه وجهات نظر بمعنى نيكات ودي جامعة النقطة اللي هو بالحاجات اللي بتدحك وعندي رينز بمعنى أمطر بنا رجع لتيرز ايجا بيتنا في جمع الرقم اربعة بمعنى دموع كمسة الشانت بتاعتك يا عم تقلي جدا هزولك مليانة بيه فل ايه بقى اف باي اوت ولا فرام مملوء بيه ستة he was over the moon كان طائر من الفرح when he was بواسطة المحكمة يبقى اكيد تم تبرئته تبقى condiment condiment بمعنى أدانة acquitted بمعنى برقة وعندي punished بمعنى شكة طبعا هنا طالما انه كان طائر من الفرح يبقى الحمد لله اكويتد بمعنى برقة يعني تم التبرئته اتحرك معظومة سبعة اللي بقولك فيها المعلم الاول او كبير المعلمين او المدير ووز بري بيزيكا مجهول جدا وقال لذلك لم يرد على طلب ما ردش عمل ايه بقى يقول موافق لو حركتها من اليمين للشمال تعمل لها شكة من اليمين الشمال او من الشمال اليمين يبقى انت كده ترفض لكن ناضد او ماء يعني حرك دماغه من اعلى الاسفل او من اسفل اعلى ده معنى انت موافق تمانية هم مش كزا ايه عم يكمل بس الحكاية تشبه اسمها طب بهم مش ايه مهتمين منفصلين اقرباء مختلف هم مش ارائب يا عم تسعة مقابلة الاصدقاء القدامى في الشارع بدون ترتيب ايه ايه مهرجان موضوع قصة مسرحية حاجة كده كوينسايدنس بقول عليها حاجة مصادفة حلوة جميلة ازا بقوله مع كلمة هاد وعش اقول لك فيها انا قررت ان نكمل عن ماي مايند اوف ماي مايند اوف ده تعبير هتلاقيه موجود عندك مع استخدام الفعل تيك عشان يبقى تيك ماي مايند اوف معناها يصفي ذهنه من يعني اذا ولك ايه خلاص يشيل الحكاية ده من دماغه هو قرر اخيرا انه يشيل المشكلة ده من دماغه ينساها زبابه قد المقصود ب تيك ماي مايند اوف بمعنى يوزيح عن ذهنه ده سبروبي ماي زين المشكلة اجابناها صحيحة في جملة رقم عشر التعريفات بدأ بجملة الاولى واحد من افراد العيلة بتاعتك سكوض بنقول علي ايه قريب واحد من الاقارب يعني فو بمعنى هدو بمعنى هدو واحد من الاقارب اجابتنا الوحيدة الصحيحة في جملة رقم واحد في التعريفات اتحرك مع جملة رقم اين في التعريفات واللي بقول لك فيها ان انت تعمل كذا ان انت تتحرك رأسك من اعلى الى اسفل خصوصا اذا كنت عايز تبين ان انت موافق متفاهم بمعنى يتوسل بمعنى يحفر بمعنى يدفع هي دي تلاتة عندما شخص ما يتم اخباره بطريقة رسمية انه لم يرتكب جريمة معنى انه يبقى يفقد الوع يتم اخداعه اكويتد يتم تبريقته مزد بمعنى فقدة اكويتد بمعنى تمت تبريقته اجابة واحدة صحيح تحرك الشاشة اعشى جملة رقم اربعة بهاي عنوانها كذا كذا عبارة عن قطرات الماء بتنزم من عينك لما يكون حزين السوائل تتوقف عن التفكير حاجة بتبقى سلبية. معناه انك انت بتعمليه كده. تهتم بي. يصفي زهنه من او اه يخلي زهنه من. ولا تهتم بي. تقوم بزيارة. بمعنى يصفي زهنه من كزا او يخلي زهنه من كزا او اعزه لك ايه زي ما ينسى يسيبه من الحكاية دي. ستة بدأ فراغ هو عبارة عن حركة وفعل الحركة ان انت تحرك مركب يعني او الماء باستخدام عصوات طويلة. الغوص ان انت تغوص تحت المياه. التجديفي بنت قاعد في مركب وتحرك العسيان اقول لك عليها دي ايه مع المياه. التزلج على المياه باستخدام اللوح. وسناركلنغ الغطس تحت الماء باستخدام وباستخدام وبالتنفس. روينج التجديف هو اللي يناسب جملة ستة. سبعة. صمونه كوميتسا كرايم الشخص الذي يرتكب جريمة اسكوة تقوله علي ايه. كريمينال مجرم. كريمينولوجي عين من الجريمة. اوكيليست. اوكيليست اللي هو دكتور العيون. وادكشن بمعنى ادمان. كريمينال مجرم. يجب ان وليس صحيحان. وقم لنرقم سبعة. مع حرك الشاشر تبقى قم لنرقم تمانية هي عنوانها. وبيقول لك فيها. اوران كذ عبارة عنه. افراد او شخص ما. يمكن ان يساعدك. وايز ليجال بروكنز في المشكلات القانونية. التاكر مهاجم. او مخبر. اللاويور محامي. المحامي هو اللي في القضايا او مشكلات الشرعية او القانونية تسعة لما الحاجات بتحسب في نفس الوقت بطريقة تبدو فيها نوع من المفاجأة حاجة غير اعتيادية حاجة فيها نوع من المصادفة حاجة فاجأة فرصة طبق موضوع المصادفة المصادفة إجابة واحدة صحيح عشرة لآخر جملة بدا في فراغذة كذا عبارة عن صفة بتوصف من نفس العيلة كشخص زي شخص آخر بمعنى أقريب يعني حد من الأقارب كونتمند بمعنى كودينة كوبينة اقيامي اواعيتم بمعنى يقدر شيء بدوثت بمعنى لوثة ومعنى انت صفة بطول انواع انسوا قريب حد من الأقارب يعني بتوصف انت جزء من عائلة كذلك كذلك كده شخص يكون متالة فصل العاشر لكن ان شاء الله لسه لا يزل لدينا الحديث الذي تبدأ من فتحك إن شاء الله تزيدنا في المزيد مع معلم خبير اللغة الإنجازية بسرس عزة السلام ورحمة الله وبركاته